انا بشكرك يعني والف مبروك للنادي الاهلي كله والعضاء النادي الاهلي وجمهوره ومجلس ادارته النادي الاهلي طول عمره معودنا على كده الحاجات اللي بتعمل جوال نادي الاهلي دايما لازم تطليق بالنادي الاهلي احنا بقى لنا حوالي 3-4 سبيع بنشتغل بالرئاسة الدكتور محمد صراج رئيس اللجنة المنظمة بنشتغل على الفكرة الحمد لله يعني احنا الفئة بندي مساحة للشباب دي تعليمات الكابتن الخطيب ومحمد صراج من الشباب ودايما داعا للشباب وكده الفكرة ابتدت ان فيه واحد من الشباب النادي اسمه سيف جاء الله احنا ممكن نعمل حاجة شو 3-D على الارض ويقدم حاجة لها رقب البطولة وابتدنا بالفكرة من هنا واشتغلنا عليها والحمد لله يعني مجهود الشباب كله اللي باقي انت شايف الناس اللي تشتغل ازاي البهع على النادي كلهم عضاء النادي البنات اللي بيمشوا في الطبور في حتة في العالم ببنات متطوعين وكده احنا دول ولادنا ولاد اعضاء في النادي وبيشتغلوا معانا طول عمرهم ويعني ده مش جديد عن نادي الاهل يا زي ما احنا عارفين كابتن وليد ان برضو حباك كنت مسؤول عن اللاجمة التنظيمية في البطولة الافريكية السابقة وبرضو موجود معانا السنادي معاك تيم كبير اكيد طبعا فيه صعوبات وعقبات بتقابلك ايه يا كابتن بص انا قبل ما اتكلم في الموضع عايز اقولك ان انا يعني لو انا في مكان تاني او في ظروف تانية ممكن ما كنتش اقبل انا بصراحة هنا احنا في الاخر والاول دي حاجة اسمك بيكترم بالنادي الاهلي وان الواحد يسمه تحطك ان بالنادي الاهلي دي حاجة يعني ما فيهاش كلام يعني الواحد لازم يجي يجري يعني النادي الاهلي والسبب التاني النادي الاهلي في مرحلة رئيسه كابتن محمود الخطيب هو اوريدي شخص بيقدم نموذج للانتماء والعطاء وازاي تحب النادي وازاي تبقى بخايف على ناديك وبتقدم من غير ما تفكر انت هتاخد ايه الحاجة التالتة كانت طبعا وجود محمد صراج هو اخوي الصغير وحبيبي الحاجة الرابعة بقى وهي المهمة هم الشباب الشباب ده انت مش متخيل انا بحبهم اديه وانا بقى اي سنة ونص بتعامل معهم هم حاجة يعني بالنسبة لي احسن حاجة حصلت في حياتي هم عارفين كده وهم انا دائما بوصلهم ده وهم بيوصلوا لي اكتر من كده بكتير اول الشباب ده احنا السنة اللي فاتت فيه حوالي 65 ولد وبنت اشتغلوا معنا في الاربع بطولات السنة اللي فاتت السنة دي احنا معنا 15 واحدة واحد جداد بيشتغلوا من ضمن 35 بيشتغلوا معنا السنة دي فاحنا يعني لو انت عديت على مدار الخمس بطولات احنا كده اشركنا حوالي 80 ولد وبنت دول طبعا غير الشباب اللي بيشتغل في لجنة المرافقين مع كابتن واقل عزت وفي اللجانة المختلفة فاحنا يعني بنشتغل واحنا بنحب فاللي بيشتغل هو بيحب بيقدم احسن حاجة اكيد لانه بيعملها من جوه قلبه وبروحه طبعا مع الترتيب الكويس والتنظيم الكويس الحاجة بتطلع كويسة الحمد لله افتتاح وتنظيم اقسم الرائع اكيد طبعا ان شاء الله في نهاية البطولة هيكون في مفاجأة وان شاء الله طبعا بعد باذن الله ما يكسب النادي الاهلي لقب البطولة الافريكية لكرة الطائرة سيدات ونعنى المفاجأة ان شاء الله في اختام البطولة كبه هو طبعا زي ما الافتتاح كان مفاجأ والناس كلها كانت منتظر عرض يكون فيه رأس زي ما احنا متعودين او فكرة فنية او حد بيغني فالناس اتفاجأت ان احنا عملنا حاجة لمدة خمس ست دقيق كانت في منطقة الرقية الحمد لله ودي شهادة الناس كلها الفكرة كانت جميلة الناس كانت عادة مستنيها هيحصل ايه في الاخر خلصنا ودخلنا حتى ايه في انبساطة الموضوع الولاد البنات الصغارين اللي من فرق الطائرة بتاعت النادي اللي دخلوا بعالم الاهلي قبل البنت اللي دخلوا باللوحة اللي عليها اسم النادي الاهلي كانت الناس رحانة بيها اوي انا يعني بس عايز اقول لك حاجة قبل لما نتكلم على الختام بتاع المرة الجاية انا عايز اقول لك ان المرة دي الكتيب بتاع البطولة عامله تامر عبد الرسول واحد من الشباب اللوح الارشدية اللي موجودة على الازاز بتاعت المداخل الصالة عاملها واحد من الشباب اسمه مهند اللوجو بتاع البطولة عامله واحد من الشباب اسمه اندرو الموضوع بتاع الفيلم اللي اتعامل التسجيل حد من المركز العالمي من الشباب اللي هو قتيمة تقريبا اللي عامله انا عايز اقول ان طبعا برعاية استاذ جمال جبر يعني اللي هو بيدعم الناس ان شاء الله معه في المركز وبيشجعهم طبعا كلهم تاني بقى نرجع للختام الختام ان شاء الله زي ما عملنا في الافتاح كده ان شاء الله يكون في حاجة حلوة والناس تبقى موسوطة ويبقى احلى بكتير من الافتاح وطبعا الاحلى والاحلى ان احنا نعمله واحنا ابطال افريقيا للمرة العشرة وتبقى العشرة اهلي زي ما بنقول وربنا يكرمنا ان شاء الله شرفتنا طبعا كابتن وليد على الشكرنات الاحلى حبيبي انا بشكرك طبعا وانا اول مرة على فكرة اطلع في حاجة ان السنة اللي فاتت يعني ما انا ما بحبش اظهر في الميديا عمتا يعني الموضوع بالنسبة لي بيبقى غريب شوية بس يعني الالف مبروك على النادي الاهلي وربنا يكملها على خير ان شاء الله شاء الله